الآن إحنا في الكود الثاني أخدنا كيف نعمل open لفايل وكيف نعمل read لإلو وكيف نعمل close لإلو الآن في عندنا فنكشن اللي هو الread اللي بيعمل read للفايل كاملا بيعمل read للفايل كاملا الآن ممكن أنا أستعمل فنكشن آخر في عني مثلا هاي s1 s1 يساوي f2 طبعا اللوجيكال فايل نيم هنا اسمه f2 وفي اللوجيكال فايل نيم هنا مو زي اللوجيكال فايل نيم اللي أنا كنت يعني مستخدمه في عملية الwriting هنا كنت أنا متعامل مع f هون بتعامل مع f2 ما في مشكلة ممكن أتعمل مع f ه اللي هون عادي ممكن أستعمل أي اسم ثاني ما في مشكلة لكن الفيزيكال فايل نيم نفسه أكيد اللي هو f1.txt لأن أنا بدي أفتح نفس الفايل اللي تم طبعة البيانات عليه بدي أقرأ هاي البيانات فالفيزيكال فايل نيم نفسه f1.txt بينما كل الكلوجيكال فايل نيم مو شرط يكون نفسه ممكن أستعمل اسم آخر لأنه variable يعتبر لأنه يعتبر variable متغير طيب f2.txt طبعا هنا فيه الآن بيطلع لك مجموعة functions تابعة للفايل مجموعة functions تابعة للفايل منها read لاحظ معي في عندك read of n read of n إنك تقرأ n characters من الفايل تقرأ n characters من الفايل يعني مثلا read of 5 read of 5 يعني تقرأ أول خمسة character من الفايل بدي أقرأ أول خمسة character من الفايل وخزنهم بs1 بحيث s1 يحتوي على string يكون نص بيحتوي على أول خمسة character من الفايل وبعد هيك بدي أطبع أنا length لأس 1 بدي أطبع أس 1 نفسها وأعمل close للفايل طيب الآن خليني أعمل run هاي run لاحظ معي أعطاني length لأس 1 خمسة لأنه أنا أصلا قارئ أول خمسة character بعد هيك الآن طبعا لي الأس 1 أس 1 لاحظوا معي إيش طبعا لي hi والcharacter اللي هنا how طبعا لي h o فعندك هنا لاحظ معي هذا الفايل sorry عفوا الفايل هي الفايل هنا لاحظ معي h عبارة عن أول character h عبارة عن أول character i تاني character new line ثالث character new line ثالث character h رابع character والo خمس character فعشان هيك طبعا لك hi enter و ho اللي هما عددهم خمسة characters space يعتبر character الenter يعتبر character tab تعتبر character tab تعتبر characters لكن مجموعة يعني شو spaces تعتبر تعتبر عدة characters يعني تعمل space أربع خمس مرات هدول يعتبروا عدة characters لكن لما تعمل tab tab عبارة عن يعني رمز خاص فيعتبر character الenter كمان تعتبر character اوكي اوكي طيب طيب اوكي الان خليني ارجع للفايل خليني ارجع للفايل اعمل sharing للسكرين كلها وارجع هاي اوكي هاي الان معروض الشاشة كلها عندنا والان هذا هو الفايل طيب اوكي هاي الفايل اللي عندنا طيب الان شباب تعريف الفايل اول ما اخذناه احنا ايش كان هو بالله طيب من اذكرنا بتعريف الفايل السيمبل فايل ما بدي الفايل ايش هو ايش تعريف الفايل ايش تعريف الفايل a sequence of bytes stored in secondary storage تمام عبارة عن مجموعة bytes مخزنة على الذاكرة الثانوية طيب لاحظة معي الان كيف الفايل مخزن عندنا الhi بعدين new line بعدين النص عندك بعدين new line بعدين نص ونص الاخره الان كل فايل لما بتخزن بالطريقة هاي طيب هو لما بتخزن على الهاردسك وبتخزن as a sequence of bytes بالهاردسك رح يكون في عندك الnew line زي هيك ورح تكون عندك new line مثل هيك ولا كيف ما بتعريفنا الفايل شو هو a sequence of bytes stored in secondary storage مجموعة bytes مخزنة على الذاكرة الثانوية طيب ليش عم بظهر انا هون عندي الnew line هاي الnew line بتكون موجودة على الفايل فيزيكلي اللي هو مخزن على الهاردسك على كلسترز معين على السكتورز معينة ولا كيف بتكون معمولة يعني كيف أوكي خليني خليني الآن أنا خليني أكتب اي التكست أوكي لأن هذا الفايل بتخزن على الهاردسك عندك hi hi وبعدين عندك الenter الenter بتكون معمولة كرمز خاص بتكون معمولة كرمز خاص في عندك enter بعد الenter بيكون عندك how are you and how is your health بيكون عندك هنا بيكون عندك إشارة الـ Enter هي بعد الـ High بعد الـ I عندك Enter هنا وبعد الـ Health بيكون عندك هنا رمز خاص اللي هو الـ Enter خليني أرمز إله بالرمز E Enter وهنا بيكون عندك Enter فالـ Enter هيتخزن كرمز خاص وهذول بتظلها مجموعة bytes وراء بعضيها البعض sequence of bytes sequence of bytes ما فيها Enter ما فيها Tab الـ Space أوكي ما هو عبارة عن يعني character لكن أنت الآن بتشوف الفايل قدامك هيك لأنه هذا الفورمات اللي لقيله هذا الفورمات اللي لقيله لكن هو كيف بيكون مخزن على الدسك مخزن as a sequence of bytes يعني مجموعة bytes وراء بعضيها البعض حتى الـ Enter حتى الـ Tab بتكون عبارة عن رمز خاص بتكون عبارة عن رمز خاص يعني ما بتلاقي Tab حقيقة بين مجموعة الكاركتر لا بيكون رمز خاص للـ Tab وبنهاية الفايل بنهاية الفايل بأخر الفايل يعني زي هنا هنا بيكون عندك رمز خاص بنسميه الـ End of File End of File E-O-F هذا عبارة عن رمز خاص بتشير إلى نهاية الملف اللي هو End of File كل الفايل عندك في نهايته بيكون في رمز خاص هذا الرمز خاص طبعاً انت ما بتحطه انت بس تعمل إغلاق لهذا الفايل البرمجية بتحط علي على نهايته End of File عشان لما يعملوا بعد هيك قراءة لهذا الفايل يعرفوا انه هون نهاية الملف سواء كان ملف Word سواء كان ملف Excel سواء كان ملف يعني أي ملف بيكون في نهايته الـ End of File character هو رمز خاص بيشير إلى نهاية الفايل رمز خاص بيشير إلى نهاية الفايل اللي هو End of File character ونفس الشيء الآن اللاين بيكون عندك رمز خاص اللي هو End of Line اللاين في عندك رمز خاص اللي هو End of Line اللي هو رمز خاص للـ Enter لو يكون عندك Enter شو معناها؟ معناها في عندك New Line فبالتالي الـ Enter بيكون في عنده رمز خاص اللي هو رمز الـ Enter أو بنحكي عنه أحيانا الـ End of Line اللي هو نهاية اللاين طبعاً هذا الـ End of Line اللي نحن لما تتفرج على الفايل من كمبيوترك انت الآن بتشوفه بفورمات معيم لكن هو مخزن على الكمبيوتر كيف بيكون فيه رمز خاص End of File بيكون عندك هلأ آه تمام دكتور واضح طيب شو رأيك إسراء ويأنس واضح 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 دكتور أوك طيب طبعاً الآن هون نحن عملنا ريد لأول خمسة وطبعناهم بأكملهم هاي أسلوب تاني إنك تقرأ جزء من الفايل ما بدي أقرأ كله مثلاً ممكن أنا أقرأ جزء منه أوكي الآن بعد ما قرأنا أول خمسة إذا أنا مرة ثانية هاي قرأنا أول خمسة وعملنا print للنكث اللي لألهم ولأس ون بعد هيك حكيت أس 2 يساوي أف 2 دوت ريد أوف عشرة الآن لما أنت تبلش بقراءة أي ملف دكتور هلأ ما برجع من أول صح بيكمل لأحد ما وقف بالضبط بالضبط أحسنتي أحسنتي هو الآن نحنا أول إشي بسطر 26 قرأنا أول خمسة كاركتر فقرأنا الـ والإنتر أو الـ والـ والـ هاي خمسة وصلنا هدول هما اللي قرأناهم بعد هيك طبعا هاي الأشياء بعد هيك عملنا F2 دوت ريد الآن ريد كمان بدي أقرأ الآن بيكمل من النقطة اللي وصل إلها بيكمل من النقطة اللي وصل لإلها لأنه بيكون في بوينتر بيكون في مؤشر بيشير إنه وين الداتة اللي أنت هم تقرأها هلأ في بوينتر بيكون عندك أول ما تفتح الفايل الـ الـ بوينتر بيأشر على بدايته أول ما أعمل open هذا الفايل for reading الـ بيأشر على أول كاركتر بيأشر على أول كاركتر بعد هيك الآن بدك تقرأ أنت مثلا أنا عملته نريد ففايف فهو بيقرأ خمسة كاركتر وقرأ الـ والـ 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 الآن صار بيأشر على الـ صار بعد هيك بيأشر على الـ لأن هم هون أعمل أنا read لعشرة كاركتر فبيقرأ من الـ وبيكمل الـ وبيكمل عشرة يعني كاركتر طيب وبعد هيك خليني أعمل print للـ اللي هي قرأت فيها العشرة يعني كاركتر وrun لاحظ معي كمل من الـ W space R space U هي هاي من الـ W أكمل أوكي من الـ W أكمل عشر رموز لأن هاي واحد سوري واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة space عشرة فقرأ عشر رموز رأي عند كلمة U و space اللي بعدها الآن الـ pointer عم بيأشر على مين بعد هيك بيأشر على مين الـ pointer بعد ما عملت أنا ريد لعشرة characters اللي هي سطر لثلاثين عند الـ A بالضبط صاري أشر الآن عند الـ A الآن صاري بيأشر عند الـ A وبتكمل عملية الـ reading الآن طبعا هاي العملية شوية بطيئة أنا أقرأ عدة رموز وراء بعضهم البعض عملية بطيئة فالآن أنا ممكن هذا الكود أكتبه بطريقة أخرى ممكن أنا أكتبه بطريقة أخرى أحكي اللاينز يساوي F2 dot read lines sorry F2 dot read lines إنك تقرأ اللاينز اللي بالتكست فايل أقرأ اللاين أكمل line فيه أكمل سطر فيه بيقرأهم كلهم بيخزنهم as a list بيخزنهم as a list الآن بعد هيك أنا بقدر إني أطبع lines مرة واحدة hi run لاحظ معي طبع لي lines هاي الhi والرمز خاص موجود في how are you and how is your health الرمز الخاص موجود في ولاحظ معي طبع عليها as a list وفيها مجموعة عناصر العنصر الأول هو السطر الأول hi العنصر التاني هو how are you and how is your health العنصر التالت I hope that you are fine والعنصر الرابع welcome to CIS 456 وممكن إنا كمان إني أطبعهم line by line أحكي for I in lines do اللي هي print ل I لأنه بما أنه عبارة عن list هي أنا بدل أطبع أنا صر عنصر عنصر يعني أطبع line line by line ال hi لحالها وإلى آخر طيب هيران لاحظ معي أنه طبع لياهم hi how are you and how is your health I hope that you are fine welcome to CIS course طيب حد عنده أي سؤال هلأ حد عنده أي سؤال طيب أنا الآن رح أسأل إذا ما في أسئلة الآن هنا عملنا close للفايل هو f2.close وبعد هيك حكيت f2.read off 5 في إشكالية بالكود اللي أنا كاتبه هلأ وإيش هي دكتور ما بأخذ الآخر قرار لأنه أنت عملت له خلص close آها أنا عملت close للفايل تمام فبالتالي بعد ما أعمل close للفايل هو بيعمل فصل يعني connection ما بين logical file name ما بين physical file name فبالتالي الف2 بتصير بقدر أعيد يعني استخدامها بكفارب الآخر فبالتالي ما بقدر أعمل read للفايل هلأ مرة ثانية ما بقدر أعمل read طيب خلينا أنا أجرب أعمل run للكود المشكلة هون أنه أنا بعد ما أعملت close للفايل رد أعم بعمل له read بس أنت عمل له close أنت عمل له close طيب هيران لاحظ معي عطاني input output operation and closed file إنك عامل input output operation على closed file وهذا الإشي error فبالتالي ما بيصير طيب طيب الآن من أحكي لك إذي أطبع عدد lines عندي أكمل line بهذا الفايل إذي أنا بدأ أعرف عدد lines أكمل line بالفايل طيب خلينا أعمل run آي run أوكي كيف بدي أعرف عدد lines من يحكي لي شباب بدي أعرف عدد lines طيب السؤال هما أكم line إن عندي أكم من سطر عندي بالفايل دكتور فور i in lines تمام count plus equal one أحسنت أحسنت إنه تضع عدد جو اللوب بحيث إنه كل ما بيطبع سطر يزيد العدد واحد تمام أحسنتي أنس هاي اسلوب هذا اسلوب الآن في طريقة ثانية الآن لاحظ معي أنا أصلا هنا ما حكيت lines يساوي F2 doctrine lines قرأ لي lines تابعون الفايل وخزن إياهم بlist اسمه lines وهي list اسمه lines هاي هنا list فيها لاحظ مع element one two three four فيها four element فأنت بتقدر تطبع links لهي list تطبع links لهي list مباشرة أو الطريقة اللي حكاها أنا السلة كما بصير print lin lines هو الvariable اللي اسمه lines طيب هيران عطاني أربعة إنو أنا عندي أربعة line أوكي لان خلينا نجرد بطريقة زميلكو أنا C يساوي one four I in lines print أول شي C طيب خلييني أكتب أنا line number وconcatenation مع STR of C concatenation مع I أوكي خلييني هنا نعمل concatenation مع space ومع I إنشان نصير واضح لإلنا وبعد هيكي خلييني أزيد C بمقدار واحد خلييني أزيد C بمقدار واحد طيب هيرن لاحظ معي أوكي line number one line number one أوكي طيب إش مشكلين عنا هنا صحيح 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 نصير الـ equality طيب هيرن تمام هاي عطاني line number one هاي line number two how are you and how is your health إلى آخره وبعد أضيف عنه نقطين عشان نصير format أوضح هيكه lines اللي عندي أوكي طيب يا شباب هيك أخذنا كيف نعمل read the file وكيف نعمل write على file طبعا كلهم بتعملوا مع text file الأمثلة أنا كتبتها هلأ كلها text file ما تعاملت مع binary file نهائيا ما تعاملت مع binary file نهائيا وإذا أنت بتعرف data معينة بنت اتقاءها أنت رح تعمل seek لإلها في عنا جمل seek ما رح أدخل فيها بتقدر مش حكيين أول ما تفتح أي file هاي الفايل اللي عنا أول ما بيتم فتحه بيكون pointer بيأشر على أول character إذا أنت الآن بدأت تقرأ الكاركتر الرقمية ممكن تعمل seek لإله يعني ممكن أنت تقفز عن الكاركترز هدول كلهم وتوصل عند الكاركتر الرقمية وتعمل قراءة للdata من كاركتر رقمية أو من address رقمية فهي هي الجملة بتسميها جملة seek جملة seek أنت تعمل قفز عن مجموعة data وتروح على data اللي بدك إياها بناءً على address كيف أنت بتعمل مثلا access على array أو access على list بتوصل العنص الرقمية يعني بسرعة نفس الشيء هنا بالفايل لكن بالفايل في عندك pointer بيأشر على بداية الفايل فإذا أنت بدك تقرأ data من نص الفايل بتعمل seek بتعمل جملة seek فبتقفز عن الdata كلها تأني توصل عندي نص الفايل بعد هيك بتقدر أنك تعمل read للdata وطبعاً تعمل مع الباينيري فايل بحاجة لكود شوي مختلف طبعاً المود مطلوب يكون بي المود مطلوب يكون بي إنك تفتح الفايل for read or write as a b بحيث يكون باينيري فايل تقدر تعمل معاه for read or for write هاي التفاصيل أنا ما راح أدخل فيها طيب لأنا بتسأل ممكن أشرح جملة ال-st-r-a أنا بدي أطبع إنه line number قديش فأنا هنا بس عملت يعني كون كاتينيشن عملت دمج ما بين string مع string مع string فهنا هنا أول شي عندنا النص line number هاي عبارة عن نص يعني string البلاس هي بتعمل كون كاتينيشن بتعمل دمج بين هذا النص مع النص اللي بعده النص اللي بعده أنا بدي أطبع ال-c اللي هو رقم السطر فرقم السطر يعتبر number فأنا ما بدر إني أعمل يعني كون كاتينيشن بين الرقم وبين نص مطلوب إني أحول الرقم إلى نص فأنا حولت إلى نص عن طريق ال-str فstr of c بيحول ال-c إلى نص فبيعمل كون كاتينيشن بين ال-c as a string مع هذا النص و كون كاتينيشن مع النقطين و كون كاتينيشن مع ال-i ال-i اللي هي عناصر ال-lines اللي هي هاي ال-lines فهذا أول عنصر هو ال-hi هذا تاني عنصر هاور-you بطبع لهم واحد واحد طبعا هم مش داخل جملة for أكيد داخل جملة for فأنا عندي هنا for عندي دوران بيمر على عناصر ال-lines عنصر عنصر كل عنصر من lines بتعمل معه as-i يعني i في أول iteration بتكون high في أول دورة في تاني دورة أو في تاني iteration ال-i بتكون العنصر التاني ب-line اللي هو how are you and how is your health في ثالث iteration ال-i بتكون العنصر الثالث اللي هو I hope that you are fine وفي رابع iteration ال-i بتكون welcome to CIS 256 course تمام يا لانا طيب أنا الآن دعتبر حالي هيك chapter 2 أني كملته أحاولوا أنكم تعتمدوا على الشرح اللي لقي لي يالسلايدز طبعا أغلبها ترجمة نانسي قنقر